وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت الذي يزور الولايات المتحدة أبلغ مبعوث واشنطن هوكشتاين بأن الانتقال إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزة سيكون له تأثير على جبهات أخرى وأكد جالنت أنه سيبحث خلال الزيارة الوضع في غزة وعلى الجبهة اللبنانية مشيرا إلى استعداد إسرائيل لأي إجراء قد يكون مطلوبا سواء في غزة أو في لبنان أو في أماكن أخرى وفق تعبيره وكان رئيس أركان الجيش الأمريكي حذر من نشوب صراع أوسع في المنطقة بمشاركة إيران وميليشياتها إذا هاجمت إسرائيل حزب الله مضيفا أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الحرب كما ساعدتها في أتراض هجوم الصواريخ والمسايرات الإيرانية في إبريل الماضي فيما تركز اتماعات وزير الوزير جالاند في واشنطن على أزمة الأسلحة وأصدر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية تعليمات بإشراء أسلحة من حلفاء إسرائيل من غير الولايات المتحدة هذه الخطوة أرجعتها مصادر أمنية إسرائيلية إلى اعتقاد وزارة الدفاع بعدم إدراك الرئيس الأمريكي ووزير دفاعه حجم الأزمة وبحسب موقع والإسرائيلي فإن مماطلة متعمدة من قبل كبار مسؤول الإدارة الأمريكية تمنع إرسال الذخائر للجيش الإسرائيلي الموقع ذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لعدة أشهر من القتال في عدة ساحات في وقت واحد دون أفق بأي حل للحرب ونقل موقع ولا عن مصادر أمنية قولها إن الجيش لديه ما يكفي من الذخيرة لمواجهة شديدة مع حزب الله اللبناني غير أن نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس الأركان لا يريدون المخاطرة وفقا للموقع الإسرائيلي قال وزير خارجية إيطاليا للحدث إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد على الجبهة اللبنانية داعيا إسرائيل للحذر وعضف أن روما تأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى خطة تفرض بموجبها منطقة عازلة بين إسرائيل وبين حزب الله قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن الوضع في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل مقلق للغاية وأي تصعيد إضافي يحدث في المنطقة سيكون كارثة على الجميع أنا أسافر مرة أخرى إلى المنطقة وأيضا إلى لبنان لأن الوضع فيما يسمى بالخط الأزرق شمالي إسرائيل مقلق للغاية أي تصعيد إضافي سيكون كارث للجميع في المنطقة ولهذا السبب من المهم جدا أن نحصل على وقف لإطلاق النار في غزة في لكسنبورغ يتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مدار يومين لبحث تداعيات حرب غزة ومخاطر اندلاع حرب جديدة في لبنان وينتظر أن يقدم وزير الخارجية القبرصي تقريرا لنظراء الأوروبيين حول المخاطر المحدقة بقبرص إذا تسعت الحرب لسيما بعد تهديدات أمين عام حزب الله الأخيرة وعسية الاتماع أكد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد أن مخاطر توسع الحرب باتت ملموسة محذرا من تداعيات قد تطال المنطقة برمتها خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان يتزايد كل يوم نحن قلقون للغاية ونأمل أن يدعم الوزراء مبادرتنا ويواصل العمل مع شركائنا من أجل البحث عن دعم قوي لوقف إطلاق النار قال وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تياني للحدث إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد على الجبهة اللبنانية داعيا إسرائيل للحذر وأضاف تياني أن رمى تأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى خطة تفرض منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله وفيما يتوصل التصعيد عسكريا وكلاميا بين حزب الله اللبناني وإسرائيل أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أمير حيدري أن ما سمه بمحور المقاومة سيرد بقوة على إسرائيل ولن يبقى صامتا في حال هاجمت لبنان واعتبر المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر أن المعادلات في المنطقة تغيرت وأن إيران أثبتت قوتها عبر استهداف إسرائيل بالصواريخ مضيفا أن إسرائيل باتت غارقة في مستنقع غزة وأن تهديداتها ضد حزب الله اللبناني لا تحمل جديدا اشتركوا في القناة